السلام عليكم ورحمة الله معكم الحسن أبو الخير في الفيديو ده إن شاء الله تعالى هنستكمل حديثنا عن كرص برمجة الإكسل ولا يزال حديثنا عن شرح الدوال داخل برمجة الإكسل في الفيديو ده إن شاء الله تعالى هنتناول معا دوال البحث ودوال الوقت والتاريخ تعالى الأول نتكلم عن الدوال البحسية الدوال البحسية كثيرة جدا ولكن هنتناول أهم دلة بحسية أو أهم دلة بحس في الإكسل وهي دلة الفيليو كاب وإزاي نقدر نكتب الدلة دي ككود داخل برمجة الإكسل طيب إزاي بنكتب دلة الفيليو كاب علشان أكتب دلة الفيليو كاب فلازم أكتب أربع معايير المكونة لدلة الفيليو كاب أول حاجة القيمة البحسية يعني أنت بتبحث عن إيه ثاني حاجة النطاق اللي فيه القيمة دي ثالث حاجة العمود اللي فيه القيمة اللي أنت عاوز تبحث عنها وطبعا في الآخر نوع البحث أو نوع الوصول اللي هو دايما بيكون exact match طيب تعالى نطبق الكلام ده بشكل عملي داخل الكود هروح إلى الديفليبر ثم من insert هعمل إدراك لي button واجي رسمه هنا بالشكل ده كده ومن الخصائص هاجي هنا من الكابشن أسميه وليكن تنفيذ وطبعا من الفونت هغير الخط وليكن أخليه طايم وخليه bold وليكن size 20 وقول له اوكي بحيث يكون معايا بالشكل ده هضغط double click على الزر فهيدخلني إلى محرر الأكواد ولاحظ إن إحنا وقفين في الشيت اللي اسمه الدوال البحثية واسم الشيت داخل البرمجة اسمه الشيت أربعة تمام؟ طيب إحنا عاوزين نعمل إيه؟ إحنا هنا عاوزين نبحث عن الاسم وليكن الحسن أبو الخير فيجيب في الخلية H4 يجيب الوظيفة الخاصة بالاسم ده يعني هبحث في الجدول ده عن اسمه معين وهيبحث في العمود اللي فيه الوظيفة اللي هو العمود D هاجي هنا للكود هقول له dim وليكن C as string طبعا هختار متغير من نوع string لأن أنا هبحث عن نص أو هبحث عن كلمة طيب إيه هو السي؟ هقول له السي يساوي هقول له application dot worksheet function dot VLOOKUP هختار delete VLOOKUP وافتح كوس حضرتك يعارف إن دلة VLOOKUP بتتكون من أربع حاجات أو بتطلب مني أربع مكونات أول حاجة VLOOKUP value يعني القيمة اللي انت بتبحث عنها وهنا أنا مثلا ببحث عن القيمة اللي تكون موجودة في الخلية G4 الخلية دي موجودة في الشيت اللي اسمه الدوال البحثية فهاجي هنا وأقول له sheet أربعة وأقول له dot range وافتح كوس وأقول له الخلية G4 وأقفل الكوس dot value تاني حاجة هيقول لي التيبو الري يعني الجدول أو النطاق اللي انت بتبحث فيه هقول له النطاق بيبدأ من الخلية B3 الى الخلية E11 فهرجع الى محرر أكواد وهقول له النطاق هو sheet أربعة dot range وافتح كوس وبين علامتي تنصيص هقول له من أول B3 الى اللي هي shift E11 واقفل الكوس وهنا مش هكتب dot value لان احنا اتفقنا في الفيديو السابق اني في النطاقات انا مش بكتب dot value لكن في الشروط او في الخلايا بكتب dot value وده علشان نطاق فمش هكتب dot value واخد فصلة ثالت حاجة هيقول لي رقم العمود اللي انت هتبحث فيه وهنا هحدد رقم العمود بناء على النطاق يعني مثلا انا ببحث عن الوظيفة الخاصة بالشخص فهنا الوظيفة دي موجودة في العمود D وهنا مش هاخد ترتيب العمود في الشيت يعني ترتيب العمود في الشيت هو العمود رقم 4 ولكن ترتيبه داخل النطاق هو العمود رقم 3 لان اول عمود هو العمود B تاني عمود العمود C تات عمود هيكون العمود D فانا باخد ترتيب العمود وفق النطاق وليس وفق الشيت فهرجع الى محرق واد واقول له رقم العمود 3 بعد كده هاخد فصلة مرة اخرى هيقول لي نوع الوصول هنا نوع الوصول دايما بنختار exact match اللي هو false وممكن اكتب سفر من الكيبورد واقفل القص اذا هو ده التكوين الخاص بدلة فيلقب داخل الكود اول حاجة بحدد الخلية اللي فيها قيمة البحث او القيمة المفروض هبحث عنها تاني حاجة بحدد النطاق وهنا في النطاق مش بكتب dot value لكن في القيمة اللي ببحث عنها بكتب dot value تات حاجة بحدد ترتيب العمود وفق النطاق اخر حاجة بحدد نوع الوصول اللي هي دايما بيكون exact match او false او سفر من الكيبورد طيب انا عاوز اكتب النتيجة دي في الخلية اتش اربعة فهرجح هنا وقول له هقول له sheet اربعة dot range وقول له الخلية اتش اربعة dot value بيساوي c تعالى دلوقتي لو شلت design mode وبحثت عن اسمه معين وليكن الحسن ابو الخير وقلت له تنفيذ هيقول لي ان الشخص ده وظيفته اداري طيب لو بحثت عن شخص اخر وليكن محسن محمود وقول له تنفيذ قال لي محاسب لو جيت هنا في الجدول هلاقي فعلا محسن محمود بالنسبة الوظيفة الخاصة بيه هي محاسب اذا تبقى الدلة شغالة مظبوط الجزء الثاني من شرح دلت هو البحث بجزء من الكلمة في بعض الاحيان بكون مش حافظ الاسم كاملا يعني الاسم اللي انا هبحث عنه بكون مش عارفه كاملا فالمفروض لما اكتب جزء من الاسم ده سواء في اول الاسم او في وسط الاسم او في اخر الاسم يجب لي النتيجة بنان على البحث ده طيب ازا هنعمل الكلام ده داخل البرمجة الفكرة بسيطة جدا كل اللي اعمله ان انا هاجي في المكون الاول من مكونات الدلة اللي هو وهزود خدعة بسيطة جدا وهي كالتالي هاجي قبل كلمة sheet واكتب double quote اللي هي علامتي تنصيص بعد كده star اللي هي علامة النجمة الموجودة اعلى رقم تسعة بعد كده double quote بعد كده هاخد مسافة واقول له and اللي هي شفت سبعة بعد كده هاخد مسافة مرة اخرى وهقرر العملية دي بعد كلمة dot value فهقول له and بعد كده double quote star double quote بحيس الكود يطلع معايا بالشكل ده بمعنى ان انا هكتب الرمز دي سواء قبل معيار البحث او بعد معيار البحث دلوقتي لو قفلت محرر اكواد والغيت وبحست عن جزء من الاسم وليكن مثلا محسن محمود هبحث عن كلمة محسن فقط بالشكل ده واقول له تنفيذ هيقول له ايضا محاسب تعال نبحث عن جزء من اسم الحسن بالخير هبحث عن كلمة الحسن واقول له تنفيذ لاحظ قال لي اداري يعني جاب القيمة الموجودة في العمود دي طيب تعال نبحث عن اسم ثالث وليكن علاء اللي هو وظيفته كاتب هاجي هنا اكتب علاء وقول له تنفيذ قال لي ايضا كاتب اذا معنى الكلام ده ان الدلة شغالة بشكل صحيح وبطريقة مزبوطة الجزء التاني من فيديو النهاردة هو دوال الوقت والتاريخ ازاي نقدر نستخرج التاريخ الحالي والوقت الحالي سواء بالساعات او الدقائق او الثواني او نجيب صيغة اليوم الحالي يعني مثلا انا بسجل الفيديو ده في يوم السبت فازاي اقدر اجيب يوم السبت او يوم الحد او الاتنين يعني اجيب صيغة اليوم كنص ازاي نقدر نعمل الكلام ده داخل برمجة الاكسل طبعا هروح الى الديفولوبر وهاجي هنا اعمل ادراج لي زر بنفس المنطق وهاجي رسمه هنا وهسميه وليكن تنفيذ وهغير في الفونت الخاص به بالشكل ده هضغط عليه double click فهيدخني الى محرر الاكواد واهم حاجة لازم تعرف رقم الشيت اللي انت واقف فيه داخل البرمجة فانا هنا واقف الشيت رقم خمسة فهقول له ديمة وليكن as date لانه طالما بتتعامل مع وقت او تاريخ فانت هتختار متغير من نوع date اي من نوع تاريخ هقول له اللي دي هو عبارة عن الوقت الحالي يعني فهقول له يساوي وطبعا هفتح وقف القوس مرة اخرى علشان يجيب لي دلة هقول له اكتب لي الدلة في الخلية فهاجي هنا اقول له شيت خمسة dot range وافتح وبن على متى تنصيص هقول له الخلية dot value equal L D طيب دلوقتي لو شلت دلوقتي لو ضغطت على تنفيذ لاحظ قال لي ان الوقت الحالي هو تسعة وعشرين واحد عشرين اتنين وعشرين والساعة اتنين وعشرين لي الساعة تمانية وسبعتاشر دقيقة وده تاريخ تسجيل الفيديو طيب انا عاوز استخرج السواني والدقايق والساعات من خلال هذا الوقت فازاي هنعمل الكلام ده علشان اعمل الكلام ده هرجع مرة اخرى ليه الكود هقول له مثلا استخرج لي في الخلية بي اربعة استخرج لي الساعات الموجودة في الوقت ده فهاجي هنا واقول له sheet خمسة dot range وافتح course وبن على متى تنصيص اقول له الخلية بي اربعة dot value يساوي يساوي ايه وهنا لكي استخرج الساعات من وقت معين فبستخدم المصطلح hour لذلك هقول له hour وافتح course فهيقول لي time او الوقت اللي هتستخرج منه الساعات فهحدد المتغير ld واقفل عاوز في الخلية بي خمسة اجيب الدقائق وفي الخلية بي ستة اجيب الثواني فهرجع مرة اخرى الى الكود وبنفس المنطق هقول له sheet خمسة dot range وقول له الخلية بي خمسة dot value يساوي ولكي استخرج الدقائق بستخدم المصطلح minute فقول له minute وبين قوسين هقول له ld وبنفس المنطق علشان استخرج السواني بقول له sheet خمسة dot range وافتح وقول له الخلية بي ستة dot value equal وقول له second يعني الثواني وبين قوسين اقول له ld دلوقتي لو قفلت محرر اكواد وشلت design mode وضغطت على تنفيذ لاحظ قال لي ان الساعات هي 22 اللي هي الساعة 8 والدقيقة 21 والثواني 40 طبعا لو عملت اي تحرك كده وضغطت على تنفيذ مرة اخرى هلاقي ان الثواني تتغير معايا ولو انتظرت فترة معينة وضغطت على تنفيذ لاحظ ان الدقيقة اتغيرت والثواني اتغيرت مرة اخرى تمام طيب انا عاوز من نفس الخلية اللي هي الخلية بالتلاتة يجيب لي اليوم الحالي يعني انا موجود في اي يوم ويجيب اليوم كنص طيب هنعمل الكلام ده ازاي هرجح هنا الى محرر اكواد وهاجي هنا اقول له sheet خمسة dot range وافتح قوس واقول له الخلية بي سبعة dot value equal بيساوي هقول له format وافتح قوس هنا في الفرمات هيقول لي انت عاوز تستخرج تنسيق لاي شيء هقول له استخرج تنسيق من ld يعني من الوقت الحالي هيقول لي ايه هو التنسيق هقول له استخرج التنسيق على هيئة يوم يعني هكتب حرف d تلات مرات بالشكل ده واقفل القوس تعالى دلوقتي لو الغيت وضغطت على تنفيذ لاحظ قال لي ان اليوم اللي بيعبر عني التاريخ ده هو يوم السبت طيب عاوز اجيب الشهر بنفس المنطق باجي هنا ولكن بدل 3d بقول له 3m دلوقتي لو الغيت design وعملت تنفيذ قال لي ان انت موجود في شهر يناير طيب لو عاوز استخرج السنة بنفس المنطق هكتب بدل 3m هكتب 4y بالشكل ده واقول له تنفيذ هيقول لي في سنة 22 كان معكم الحسن ابو الخير بَلِدِا أَنِي بِيَرْا سَبْ تَقْيَرِهَ الْبِيَرْنَ وَهُمْ أَنِي بِيَرْنَ مَا مَا حَءٍ وَهُمْ وَهُمْ اشِنَا اشِرْنَا مَا